هوى اليورو الثلاثاء دون مستوى التعادل مع الدولار لأول مرة على الإطلاق وتراجعت العملة الأوروبية دون تسعة وتسعين سنة أمريكيا بفعل مخاوفة من تفاقم أزمة طاقة التي تدفع منطقة اليورو إلى ركود إلى جانب ارتفاع العملة الخضراء قرابة الخمسة أشهر عن شروع الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة وثلاث زيادات متتالية في تسعير الدولار تعد الأعلى منذ ثلاثين عاما العملة الخضراء تحلق عاليا قرارات متتالية كانت دولار في مقدمة المستفيدين منها فارتفعت العملة الخضراء لتسجل مستوى قياسيا جديدا منذ عشرين عاما مقابل سلة من العملة الستة الرئيسية أبرزها اليورو الذي ظل متفوقا على الدولار لسنوات لتتساوى العملتان أخيرا لأول مرة منذ الفين واثنين الدولار القوي لم يهزم فقط اليورو بل ارتفع أيضا مقابل الينا الياباني لأعلى مستوى منذ أربعة وعشرين عاما وذلك بعد أن عززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع ويأتي هذا الصعود وسط عملية شراء مكثفة للعملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ومتع في سوق صرف العمولات الأجنبية بحسب وولستريت جورنال وعززت بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة وتصريحة بعض أعضاء لجنة السياسات النقدية الأمريكية من احتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة أخرى بمقدار خمسة وسبعين نقطة أساس خلال اجتماع هذا الشهر من قوة الدولار تحركة الفيدرالية الأمريكية عززها أيضا تأثر الاقتصادات الأوروبية بتداعية الحرب في أوكرانيا مع تهديدات بتلاشي مصدر أربعين في المئة من حاجيتها الغازية وبلوغ معدلات التضخم أعلى مستوى لها منذ تأسيس منطقة اليورو ما يهدد الكيان النقدي المشترك بالدخول في رقود اقتصادي ويدفع بالمركزي الأوروبي لرفع نسبة الفائدة لأول مرة منذ عقد من الزمن ترجمة نانسي قنقر